متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها زيارة رئيس الجمهورية قيس سعية إلى فرنسا من جديد بعد زيارة أثارة جدل ويسع وتصريحات مشينة استهجنها جميع نشوطة مواقع التواصل الاجتماعي أو خليني نقول جزء كبير منها كذلك نلقى وسائل أعلام أدانة هذه التصريحات اللي بش نترقلها في هذا الفيديو أيضا صحفيين من كبار وأعمدة الصحافة العربية زيدة علقوا على تصريحات قيس سعية في زيارته إلى فرنسا في شهر جوان 2020 قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنسيوش تدعموا القناة تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس بش تصلكم الفيديوهات القادمة خليوا تعليقاتكم تحت الفيديو في البداية نبدأ بالخبر اللي نشرته رئيسة الجمهورية التونسية خبر يتعلق بزيارة قيس سعيد إلى جمهورية فرنسا يتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 17 مايه 2021 إلى فرنسا للمشاركة في قمة تمويل الاقتصادية الأفريقية التي ستنعقد يوم 18 مايه 2021 بباريس وذلك بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية هذا الخبر نزلت رئيسة الجمهورية التونسية والقمة هذه متعلقة بتمويل الاقتصادية الأفريقية خاصة وأن الدول الأفريقية تشهد ضعف كبير في اقتصادها إلى جنب أيضا عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات لفيروس كورونا الدول الأفريقية من أقل الدول في العالم التي حصلت على اللقاحات لأن هذه الدول فقيرة ومثل هذه القمة تعتبر على أهمية قصوى خاصة كيف نحكيه على دول رئيس الجمهورية في الدبلوماسية الاقتصادية وقاس صعيد اليوم بشيشارك في قمة اقتصادية لتمويل الدول الأفريقية إن شاء الله نتمنى ويكون موفق في هذه المهمة وخاصة ما يغلطش نفس الأغلاط اللي عملهم في زيارته الأولى إلى فرنسا في شهر جوان 2020 اللي وقتها برشا وسيل الأعلام كتبت عليها واعتبرت رحلة باريس هي اختبار أول مخيب للأمال حاجبت زلته الرئيس فيه كل مجلوبات الزيارة وأكدت ضعف خبرته الدبلوماسية وضعف اتلاعه على حقيقة الأوضاع الإقليمية وعن حرص شديد لأظهار ود مبالغ فيه لفرنسا بدى جليا منذ العناق الأول الذي بدر به رئيس صعيد مصطدفه ماكرون هذا ملخص في جريدة أو موقع الرأي العام اللي يحكي على الزيارة في مقال مطول وتناول مختلف الجوانب لهذه الزيارة وخاصة العناق اللي كان بين رئيس فرنسا ورئيس التونسي واللقطة اللي بيس فيها كتيف الرئيس الفرنسي كانت لقطة مشينة واستهجنها جل التونسيين وخاصة خصوم الرئيس اللي استغلوا هذه الصورة إلى اليوم يعيبوا على الرئيس التونسي مثل هذه التصرفت وكانها قادة وصم التعار على الرئيس قيس سعيد أيضا نلقاو الصحفي بقناة الجزيرة أحمد منصور اللي علق على تصريحات رئيس الجمهورية في زيارته الأولى إلى فرنسا تحديدا هذا التعليق كان يوم 25 جوان 2020 وقال تصريحات صادمة للرئيس التونسي قيس سعيد في فرنسا تثير غضبا عارما في تونس ويشكك بجدوى لائحة طالبة باريس بالأتذار عن سنوات الاستعمار وهذه اللائحة لقدمها تليف الكرامة ورفض قيس سعيد استخدام عبارة استعمار وأبدلها بكلمة حماية لوصف الوجود الفرنسي الذي دام 75 عاما في تونس وفرق ما بين الحماية الفرنسية لتونس واستعمار الجزائر عديد التعليقات الأخرى أيضا اللي عابت على رئيس الجمهورية تصريحاته بشأن حكومة فيز السراج وحكومة الوفاق وقال إن حكومة شرعيتها اقتربت على الانتهاء ويجب إيجاد حكومة أخرى وفتح الطريق حسب متابعين ومغاردين على موقع تويتر فتح الطريق لمكرون لجلد أردوغان واتهامه أنه يريد تدمير ليبيا وتحويلها لسوريا وواضح أن الخلاف بين قيس سعيد ورشد الغنوشي واضح في هذه المواقف عديد المغاردين اللي يعتبروا زادة تصريحات قيس سعيد في فرنسا كانت صادمة ومخيبة للأميل وقالوا بصراحة هذه التصريحات غير معقولة هل معقول رئيس دولة لا يعرف الفرق بين الاحتلال والحماية أم أنه يجامل فرنسا أم أنه يواجه ضغوطات كبيرة لا ندري ولنا منه الظاهر وباطنه يعلمه الله بالعودة إلى موقع الرأي العام علقت على مختلف تصريحات رئيس الجمهورية خاصة مشروع اللائحة التي قدمت بها كتة تأتي لف الكرامة التي تتعلق بمطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي وعن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها أي اللائحة أسقطها مجلس نواب الشعب يوم 10 جوان الحالي أي قبل أيام فقط من زيارة قيس سعيد إلى فرنسا كما زد زيارة قيس سعيد إلى فرنسا وقتها تأتي في إطار حرب بردة بين السراج والمشير خليفة حفتر والتطورات الإقليمية خاصة ودور تونس فيها من المؤكد أيضا أن موقف قيس سعيد لأخفيه على توينسا تبين أخيرا خلال زيارة إلى فرنسا إذ بدأ وكأنه قادم لطلب الاعتذار حين قال لرئيس ماكرون إن مصير تونس وفرنسا مشترك ومن يريدون الرجوع إلى الوراء لن يفلحوا وهذا التصريح أثار استهجان كبير لدى النخب السياسية التونسية واللي بعضهم أعتبر أنه مخزي ومخجل لأنه من حق توينسا في احتذار فرنسي على 75 عام ظلم يظل مطلب مشروع متى توفرت ظروفه ومناخته ولا حق لأي مسؤول سياسي مهما على شأنه سواء رئيس الجمهورية أو غيره أنه يتفص منه وأنه يلين في طلبي ويقدم هدية مجانية ساذجة لمستعمر ما يزال يعتبر بلادنا خاضعة لإرادته السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وهذا كان سؤال محرش إلى قيس سعيد في حوار على فرنس فاندكات اللي سئلوا على سقوط اللائحة في البرلمين اللائحة تأتي لي في الكرامة وإجابة قيس سعيد كانت صد ما يمكن ما كانش حاضر لهذا السؤال وقالوا ليه لنعتبر الفترة اللي عدتها فرنسا في تونس استعمار وإنما هي حماية وهذه التصريحات اللي أثارت جدل واسع في كل الأوساط السياسية في تونس أيضا الرأي العام تناولت قراءة صحيفة لوفي جاغو الفرنسية على زيارة رئيس تونسي قيس سعيد إلى فرنسا وقالت أن عدم خبرته في العلاقات الدولية والديبلوماسية تعود إلى حكم تركيزه المفرط على الأوضاع الداخلية وقلت سفره خارج أرض الوطن وأضافت أن قيس سعيد سيحاول استغلال زيارته لفرنسا لتأكيد مؤهلته كلاعب إقليم رئيسي خاصة في الأوضاع الليبية وأكدت أن ضعف خبرة قيس سعيد تجلت من خلال إقالته المفاجئة والمبهمة لسفير تونس بفرنسا والقنصر العام بباريس مما خلف حالة من الفراغ المضر بمصالح التونسيين المقيمين بفرنسا وهذا تصريح فيه هنا لرئيس التونسي ولكن رأي العام تقول صدقت لوفي جاغو في توصيف خبرة رئيس قيس سعيد الدبلوماسية ولا يمكن أنه عاتبه لأنها قللت من شأن رئيسنا لأنه لم يفعل سوى تأكيد ذلك الانتباع بكل اقتدار وحنك خاصة فيما يتعلق كما قلت بتصريحاته حول الاستعمار والحماية وحول الشأن الليبي أيضا واللي أثارت جاد الويسا حتى في الأوساط الليبية وأثارت ردود أفعال الليبية على هذا التصريح وان صرح وزير التخطيط الليبي السابق عيسى التويجر وقال أن تصريحات قيس سعيد تكشف عن جهل كبير بحقيقة الدولة الليبية وطبيعة الدور الذي تلعبه القبائل في الشأن السياسي وأن مقاله سبب خيبة أمل وأحباط كبيرين لدى الداخل الليبي باعتبار أن التصريح جاء على لسان دولة أو رئيس دولة جارة وصل للحكم عبر صندوق الاقتراع ومن خلال عملية ديمقراطية يفتخر بها الليبيون أنفسهم على حد تعبيري وتطرق وقتها رئيس الجمهورية في حوار أعلم في فرنسا إلى توسيع الحزام الحكومي وقال أنه يعترض على توسيع الاتلاف العكومي لأنه قد يؤدي وفق قوله إلى استقالات وتفكيك الحكومة كما نفع أن تكون له أي نية في تكوين حزب سياسي لإيمانه باندثار الأحزاب السياسية بعد عقدين في أقصى الحالات وهذه تصريحات مخيبة للأمال جدا وأثارت جدل واسع هل يصلح قيس سعيد ما أفسده في زيارة جوان 2020 هذه المرة رغم أن هذه الزيارة تأتي في إطار راقمة لكن أكيد تكون فيما حوارات وتصريحات ولقاءات مباشرة مع الرئيس الفرنسي قد يصلح فيها قيس سعيد ما أفسده في الزيارة السابقة لأنها تختلف على الزيارة اللي كانت رئيس دولة معناها زيارة خاصة بقيس سعيد لمدة يومين كاملين المرة هذه في إطار قمة إن شاء الله يوفق في مهامه ويوفق زيدا حتى في الصورة تونس وصورة رئيس الدولة التونسية تكون مفخرة لكل التونسيين وتكون في المستوى الدبلوميسي المعهود لتونس كما شفنا البيجي قادة سبسي وقت لسفر لفرنس أو أي دولة يشرف الدولة التونسية بإعتم معنا الكلمة